اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مش حفزة وشعرنا الاخر سنة زي ما انتم عارفين ان احنا هنفهم الجيولوجيا مش هنحفظها اوكي طيب اه سلسلتة فعل بوين انا حب بس ان انا هتكلم معك كده حوالي تلات اربعة دقايق نفهم الدنيا بعد كده نبدأ نشوفها ايه ايه هي سلسلتة فعل بوين بس انا عايزك بس تركز معي في تلات اربع دقايق دول طيب انا عندي قلت لك الحسة اللي صادت سخور تلات اناوية. سخور نارية سخور ريسبية سخور متحولة. تمام دي اول حاجة. طيب السخور دي بيتكون من ايه بتكون من مجمع من المعادل 지금 حلو اوية. يبقى انا عندي حاجة اسمها صخر. وحاجة اسمها معلن. تمام? طب انا النهاردة هتكلم عن حاجة اسمها سخور نارية. السخوره جاي من ايه? جاي من المجمعي للواطن الارض. المجمعي للواطن الارض بدأت ان هي تطلع لفوق بدأت ان هي درجة الحرقة بتاعتها تقل بدأت انها تبرد بدأت انها تبلر بدأت انها تكون السخور النارية طب احنا متفقين ان السخور بتتكون من مجموعة من المعادن يعني السخور النارية بتتكون من مجموعة من المعادن فأنا النهاردة ان شاء الله هشرح لك المعادن اللي بتتكون جوه السخور النارية يعني هدى اشرح لك الميكانيزم بتاع المجمل لما تطلع من تحت الارض لغاية فوق خلي بالك المجمل اللي تحت الارض ديت اللي هي اللي بتتكون من ثمن عناصر المجمل دي بتتكون من ثمن عناصر هما التمنى عناصر اللي احنا خدناه في البابي التاني فاكرين التمنى عناصر اللي احنا خدناه في البابي التاني اللي هو السيليكون والحديد والاكسوجين والحديد كالسام ماغنيسيوم والبوتاسيوم والسوديوم تمام كل ده التمنى عناصر دول هما اللي بيكونوا المجمة او المجمة بتكون من التمنى عناصر اللي احنا خدناه في البابي التاني تمام طب المجمة دي لما تطلع من تحت الارض الغايد فوق هل هي بتطلع كده وخلاص ولا بيبقى في ميكانيزم معين تمام هيبقى في ميكانيزم معين مش هتطلع كلا وخلاص اي حاجة في الدينة دي كلها بيبقى لها ميكانيزم معين ما بتحصلش كلا وخلاص فبالتالي المجمع لما بتطلع من تحت الارض اللي هي بتبقى مصهور درجة حرارتها 1200 اول ما بتطلع لغيه تفوق بتبدأ تتعرض لدرجة حرارة اقل فتبدأ تبرد تبدأ تبلور هتبدأ تكون للسخور النارية والسخور النارية دي بتتكون من معادن وإحنا عارفين إن المعادن بتتكون من عناصر اللي خدناها في الباب التاني فبالتالي هلاقي التمن عناصر اللي في المجمى دول لما هيبدأوا يتحدوا مع بعض هيكونوا لي المعادن المعادن دي هتبدأ تتحد مع بعض وهي المجمى طالعها هتبدأ تتحد مع بعض هتكونني السخور النارية فهو ده اللي احنا نشرحه النهاردة بداية من سعود المجمى من تحت الغيط فوق إيه اللي بيحصل فيها وإيه اللي بيتكون? خلي بالك انا هابدى هتكلم عن ايه? هتكلم عن ان المجمى دي فيها تمنى عناصر. اوكي? العناصر دي هتبدأ ان هي يحصل لها ميكانيزم معين. هو ده اللي انا هشرحه هتكون لي معادن. المعادن دية هي اللي انا هتكلم عليها النهاردة. اوكي? ايه المعادن اللي بتتكون من صعود المجمى من تحتها لغاية فوق? عشان معادن دي تخش فوقها وتكون للسخور النارية. فانا هابدى اشرح لك المجمى من تحت من اول صعودها من تحت من غرفة المجمة لغاية فوق سطح الارض. واللي بيحصل فيها الميكانزم بتاعها. الميكانزم ده اسمه سلسلة التفاعل. هو ده اللي احنا نفهمه النهاردة ونشرحه النهاردة. يلا بينا. هنشوف العملي. بعد كده هنشوف النظر بيقول ايه? احنا دلوقتي هنبدأ نرسم الرسمة بتاعتنا اللي احنا نرسمها في كل حصة تقريبا. تمام? اه ادي السخور النارية اللي انا قتلك اسمها اول السخور او ام السخور للنارية اول السخور اتكونت على سطح الارض عن طريق ايه? عن طريق صعود المجمة من باطن الارض. انا عندي هنا مجمة في باطن الارض بتبدأ تطلع لفوق. تمام? المجمة دي بتبدأ تطلع لفوق. درجة حرارتها المجمة ديت الف ومئتين درجة مقوية. والمجمة ديت بتبقى مصهور. يعني بتبقى في حالة سائلة او بتبقى في حالة لازجة. يعني حالة لازجة. اما زي عسل اللي احنا عارفين العسل. بيبقى لازج كده. المجمة دي بتبقى زيها كده هو. المجمة دي درجة حرارتها الف ومتين. اول ما بتبدأ تطلع لفوق بتبدأ تتعرض لدرجة حرارة اقل. اقل فين? هنا بس? لأ ممكن تتعرض لدرجة حرارة هنا اقل ان هي درجة حرارة الف ومتين اول ما بتطلع من غرفة المجمة درجة الحرارة دي هتبدأ تقل هتبدأ تتعرض مسلا درجة الحرارة الف ومية بعد كده الف بعد كده تسعمية بعد كده تنمية بعد كده سبعمية فهتبدأ ان هي في كل مرحلة هتبدأ تبرد هتبدأ تبالور هتبدأ تكونني السخور النارية اللي هي بتتكون من معادن او هيبدأ يبالور المعادن اللي بتتكون السخور النارية المعادن دي بتتكون من عناصر. طب ايه هي العناصر? التمن عناصر الموجود في المجمه. طب المجمه دي اه العالم بوين قال لك ايه او عام بوين قال لك ايه اللي عامل المشكلة معكم. اه قال لك ان المجمه دي بتحتاج على تمن عناصر. اوكي? طيب. المجمه دي ات الميكانيزم اللي تفعل بوين شرحوه. قال لك ان المجمه دي اول ما بتطلع من تحت الغيط فوق. اول العناصر اللي بتبرد اللي هو الحديد والكالسام والماغنيسيوم. التلات عناصر دول. هم اول عناصر بتبدأ تبرد تبدأ تبالور لماذا؟ ليه ان الكسافة بتاعتهم بتباع عليها فبعد كده لما بوصل لمرحلة 50% من تبالور المجمى يعني ايه 50% من تبالور المجمى ان انا لقي المجمى دي 50% منها التبالور و50% لسه منها في حالة السائلة اول ماوصل للمرحلة دي هلاقي ان المجمى دي فقدت ان العناصر اللي هو الكلسم والحديد والماغنسيم خلصوا تماما معايا هيبدأ يخش معايا ايه تاني؟ السوديوم والبوتاسيوم والسيلكون هيبدأ يخوش معيها العناصر السوديوم والبوتاسيوم والسيلكون يبقى ثلاث عناصر دور يبقى ايه اول عناصر اللي بتبدأ تببرد تبدأ تببلور الا اول معادن اللي هي بتحتوى ايه هي المعادن اللي بتبدأ تببرد تبدأ تببلور المعادن اللي بتحتوى على كالسام حديد ماغنسيوم الثلاث عناصر دور لغاية انت لغاية لما وصل لمرحلة خمسين في المية من تبالور المجمة اللي انا لقي المجمى دي خمسين في المية منها البالور وخمسين في المية ريسا. لما اوصل للمرحلة ديت هبسة يلاقي ان العناصر او المعادن اللي تحتوى على حديد كالسام ماغنيسيوم دول خلصوا تماما. هيبدأ يخش معي ايه المعادن اللي تحتوى على السوديوم والبيتاسيوم والسيليكون. تمام? دي اول حاجة بتحصل فيه اه سعود المجمى من تحت الغاية فوق. طيب. اللي بيحصل تاني عايزك تفهمها تاني ان انا عندي المجمى لما بتطلع من تحت الفوق بيحصل معايا في المين? او بيحصل معايا مسلسلين. مسلسل متصل ومسلسل غير متصل. يعني ايه مسلسل متصل وعني ايه مسلسل غير متصل? انت لو بتفرج على مسلسل في التلفزيون. لو عندي مسلسل متصلة هيبقى فيها ايه? هتبصها تلاقي ان الحلقة التانية معتمدة على احداث الحلقة الاولى. وان الحلقة التالتة احداث الحلقة التالتة معتمدة على احداث الحلقة الاولى والتانية. والحلقة الرابعة معتمدة على احداث الحلقة الاولى والتانية. دي مسلسل متصلة. طيب المسلسل الل لحلقتها منفصلة او غير متصلة هتبصت تلاقي ان الحلقة التانية قصتها غير قصة الحلقة الاولى وان الحلقة التالتة لها قصة تانية خالص غير الحلقة الاولى والحلقة التانية هكذا المجمع وهي طالعة من تحت الفوق انا عندي بيحصل فيها مسلسلين مسلسل يمين ومسلسل شمال المسلسل اليمين ده مسلسل متصل ومسلسل على الشمال ده مسلسل غير متصل يعني ايه مسلسل متصل يعني ايه غير متصل الشمال ده غير متصل فهبصها تلاقي ان هنا معدن اتكون بعد كده معدن تاني ملوش علاقة بالمعدن اولاني بعد كده معدن تاني ملوش علاقة بالمعدنين التانيين اما هنا في المسلسل العلمين او السلسلة العلمين اللي هي السلسلة المتصلة اللي بيحصل فيها ان انت هبصها تلاقي فيه المجموه هي طلعة هيبدأ يكون معدن بعد كده المعدن ده هيتحول لمعدن تاني وهكذا العناصر الجوة المعدن دي هتبدأ تتغير. بس في نفس المسلسل نفسها. في نفس الحلقة نفسها. اوكي? يبقى انا عند المجموة وهي طالعة من تحت لغاية فوق بيحصل فيها مسلسلين. مسلسل متصل ومسلسل غير متصل. اللي على الشمال غير متصل. فبالتالي حلقاتها غير معتمدة على بعض. هبص الاقي معدن التاني التالي. كل معدن بيبلور مالش علاقة بالتاني. اما هنا في المسلسل اللي علمين او السلسلة اللي علمين ده هبصة هتلاقي ان المعادن اللي بتتكون هتبدأ ان هي هتتكون ازاي? دي مسلسل متصل. المعادن اللي هتبدأ تتكون هتبدأ تكون في مسلسل متصلة. احداثها متصلة. طيب ازاي? انا قلت لك ان المجمة دي وهي طلعة من تحت الفوق. معلش هنهبدأ امسح الرسمة ديت. وهقول لك ايه اللي بيحصل في المجمة لما بتطلع من تحت الفوق. خلاص احنا فهمنا الرسمة دي. هرجع ارسمها تاني. من اول هنا. ادي هي. غرفة المجمة. المجمة دي هتطلع في مسلسلين مع بعض. او هدسين مع بعض. مسلسل متصل ومسلسل غير متصل. طيب اللي على الشمال ده مسلسل غير متصل. فهبس هتلاقي ايه? هتلاقي المعادن اللي بتبالور هي المعادن اول حاجة بتبالور ايه هي? المعادن اللي بتحتوى على الكلسام وحديد ومغنيسيوم. التلات عناصر دور. لغاية لما اوصل لخمسين في المية من مراحل التبالور. هبس هتلاقي ان اه معدن اه سوري عنصر الحديد وكلسا بالمغنيسيوم خلصه تماما. يبدأ اخوش معايا عنصر السوديوم والبوتاسيوم والسيليكا. طيب ايه هي المعادن اللي هتبالور هنا? قلنا ده التفاعل الغير متصل. هيبدأ يبالور معايا معدن اسمه ايه? القلو. ده اول واحد. بعد كده تاني معدن البايرو سين. بعد كده تالت واحد الام في بول. والرابعة واحد هو السودا. ودي اسمها بايو طايت. ايه الاسماء ديت? دي اسماء معادن. دي اسماء معادن. اللي هي بعد كده بتخش تختلف ببعض بيتكون السخور النارية. تمام? طب انا عندي المجموة وهي طلع من تحت الفوق. بيبدأ على الشمال اللي هي السلسلة تفاعل ايه? غير متصل. ده بيبدأ البالور معدن الالوفين. بعد كده معدن البايروكسين. بعد كده معدن الانفبول. بعد كده معدن السودا. تمام? طيب. في الجزء اللي اعلمين اللي هو السلسلة تفاعل المتصل. ده اسمه متصل. فإيه اللي هيكون فيه? اول معدن هيكون الفلسبار. اول معدن هيكون ايه هو? الفلسبار. الفلسبار ده بعمل. بس الفلسبار ايه? الفلسبار اللي بيحتوي على الكالسيوم. تمام? لان انا قلت لك المجموة اول ما بتطلع لغاية فوق. اول حاجة بتتبالور ايه? المعادن اللي بتحتوي على عناصر ايه? الكالسيوم والحديد والماغنسيوم. فاول معدن هيكون معي الفلسبار الكالسيوم. بعد كده فلسبار كالسي سودي. بعد كده الفلسبار السودي. ودول هنحطهم في مربع لوحده. ليه حطيتهم في مربع لوحده? لانا ده سلسلة متصلة. بالاحداث بتاعتها احداث مرتبة معتمدة على بعض. فهتبص هتلاقي اول حاجة بيبالور معي ايه? الفلسبار اللي بيحتوي على الكالسيوم. انا قلت لك اول حاجة بتبدأ تبالور اللي هو الكالسيوم. المعادن اللي بتحتوي على الكالسيوم والحديد والماغنسيوم. فاول حاجة هتبالور عندي في السلسلة متصلة الفلسبار الكالسي. بعد كده الكالسيوم ده انا قلت لك لما اوصل لمرحلة خمسة في المية من آآ تبالور المجمة. ان انا بلاقي الكالسيوم بيبدأ يقلي معي او بينتهي تماما معي ويبدأ معي يخش معي ايه السوديوم فيبقى فلسبار كالسي سودي يعني ايه فلسبار كالسي سودي فلسبار بيحتوي على خمسين في المية كالسوم وخمسين في المية سوديوم بعد كده المغملة ما بتطع لفوق الفلسبار ده الكالسوم بيخرص معي تماما ويبقى فلسبار سودي بس فلسبار سوديوم مية في المية وهنا فلسبار كالسوم مية في المية هنا خمسين في المية كالسوم وخمسين في المية سوديوم تمام? بعد كده هبصة هلاقي ان المسلسلين دول بدأوا يقابلوا بعض. تمام? وتطلع في المراحل الاخيرة من التابلور هيبدأ يبالور معي ايه? الفلسبور. البوتاسي. اللي هو الفلسبور اللي بيحتوي على بوتاسيام. بعد كده عندي المايكة البيضة. ودي بيبقى اسمها ماسكو ويت. واخر حاجة عندي في تابلور المجمى اللي هو الكوارتز. معدن الكوارتز. تمام? تاني هشحالك تاني. المجمى بتبدأ. عم التفاعل. العالم بوين قال لك ايه? قال لك المجمى دي موجودة في بطن الارض. درجة حقيقة بتبقى الف وماتين درجة ما قوية. تمام? اول ما بتطلع من تحت من غرفة المجمى بتطلع لغاية فوق. عشان بتطلع تطلع وكوني السخور النارية بيبدأ يحصل فيها ميكانيزم معين. الميكانيزم المعين ده قال لك اول حاجة المعادن اللي بتحتوي على عنصر حديد كالسام ماغنيسيام دول اول حاجة بتبدأ تببرد تبدأ تبالور. لغاية لما اوصل لمرحلة خمسية في المية من تابلور المجمى اللي انا هو بس الاقي خمسية في المية من المجمى ديه المسهورة ديه خمسية في المية منها ببرد وبالور وخمسية في المية منها لسه. فلما اوصل للمرحلة دي هبسه لقى ان المجمى ديه اه عنصر الحديد والكالسام والماغنيسيام اختفوا تماما. هيبدأ يخش معايا ايه بعد المرحلة ديه? اللي هو السوديوم والبوتاسيوم والسيليكا. طيب. قال لك المغمى دي هو هي طالعة من تحت الفوق بيحصل فيها مسلسلين. مسلسل يمين اللي هو متصل. ده مسلسل متصل. وعندي مسلسل على الشمال غير متصل. طيب ايه اللي بيحصل فيها? قال لك اول حاجة في المسلسل غير متصل. ايه اللي بيعمل فيها? اول حاجة بيبدأ يبرد يكون معدن الالوفين. بعد كده الباييروكسين. بعد كده الانفبول. بعد كده المايكس السودا اللي هي البيوتايت. ده في التفاعل غير متصل. طيب في التفاعل المتصل اللي هو بيتفاعله الايمن اللي هو العليمين. ايه اللي بيحصل فيه? قال لك بيبدأ يبالور الفلسبور اللي بيحتاجه على كالسام. بعد كده لما بتطلع لفوق الكلسام بيبدأ يقل ويبدأ اخوش معايا السوديوم. تمام? ده اللي احنا اتفاقنا عليه من شوية. فيبقى فلسبور كالسي سودي. يعني ايه فلسبور كالسي سودي? يعني فلسبور بيحتاجه على خمسين في المية كالسام وخمسين في المية سوديوم. لما تطلع لتاني فوق شوية هتبص هتلاقي ان الكلسام اختفى وبدأ يبقى سوديوم بس. يبقى فلسبور سودي. اللي هو فلسبور بيحتاجه على سوديوم بنسبة مية في المية. بعد كده دول هيتقابلوا في المراحل الاخيرة من التابالور بقى المرحلة الاخيرة من التابالور اللي هي المرحلة ديت. اللي قريبة من سطح الارض. قال لك اللي هيتبلور معي. اللي هو الفلسبور بيحتوي على بوتاسيوم. بعد كده المايكل بيضا. بعد كده الكوارتز. المايكل بيضا اسمها موسكوفايت. ويه اخر حاجة مما راح للتبلور بيبدأ بيبلور ايه مقدن ايه? مقدن الكوارتز. انا بس كده احنا فيمناها. طيب انا عايز اقول لك حاجة صغيرة. تعالي نقولها هنا هوت. الفلسبور. مقدن الفلسبور. لو بيحتوي على السوديوم او الكالسيوم هنسميه فلسبور بلاجوكليزي. تمام? ده الفلسبور لما بيحتوي على عنصر السوديوم او الكالسيوم نسميه فلسبور بلاجوكليزي. تمام? طيب الفلسبور لما بيحتوي على البوتاسيوم هنسميه فلسبار أرزو كليزي تمام؟ ايه معنى الكلام ده؟ انا هنا عندي الفلسبار بيحتوى على كالسام او كالسي سودي او فلسبار سودي هنا هيبقى فلسبار اسمه بلاجو كليزي تمام؟ يبقى فلسبار بلاجو كليزي كالسي فلسبار بلاجو كليزي كالسي سودي فلسبار بلاجو كليزي سودي تمام؟ طيب هنا قلنا الفلسبار لو بيحتاجه على انصر البوتاسي ما هيبقى اسمه فلسبار ارزو كليزي ده ايه انها قلنا فلسبار بوتاسي يبقى اسمه فلسبار ارزو كليزي بوتاسي ارزو كليزي بوتاسي تمام طيب انا كده خلصت السلسلة سهلة ما فيهاش اي حاجة خالص بس اعدها لك تاني سريعا بوين قال لك ان المجمل لما بتطلع من باطن الارض او من غرفة المجمل لغاية فوق سطح الارض بيبدأ يحصل فيها ميكانيزم معين ايه هو الميكانيزم قال لك ان المجمى دي بتحتوي على 8 عناصر اهما ايه الحديد والكالسم والماغنسيوم والسوديوم والبوتاسيوم والسيليكا تمام طيب اللي بيبدأ يحصل قال لك المجمى دي اول ما بتبدأ تطلع كده من غرفة المجمى هيبدأ ابارة المعادن اللي بتحتوي على عنصر الحديد والكالسم والماغنسيوم لغاية لما اوصل لخمسين في المائة من مرحلة المجمى او من تبرد المجمى. لقى انا مرحلة دي. اللي انا اللي انا اللقى المجمى دي كلها المصهور. خمسين في المية منها ببرد وخمسين في المية منها لسه. لما اوصل للمرحلة ديت او النقطة ديت. هبص عليي ان عنصر الحديد والكلساب والماغنسيوم خلصه خالص. هيبدأ يخش معي ايه? السوديوم والبوتاسيوم والسيليكا. طيب. قالك برضو ان المجمى هي طالعة من تحت الفوق بيحصل فيها مسلسلين. مسلسل متصل اللي هو العلمين ومسلسل المنفصل اللي هو العشمال. طيب المسلسل المنفصل دي بتبقى حلقتها ملهاش علاقة ببعض. فهبص تلاقي ان اول معدن بتبدأ تبالور ايه هو? الالوفين. تاني معدن البيروكسين. تالت معدن الانفبول. رابع معدن المايكا السودا اللي هي البيوتايت. تمام? طيب ده في التفاعل الغير متصل ان كل واحد ملوش علاقة بالتاني. طيب في التفاعل المنتصل ده متصل احداثه متتالية اللي بيحصل فيها. قالك اول ما بتطلع من العلمين تمام? بيبدأ يبرد معاك الفلسبور اللي بيحتوى على كالسام. والفلسبور قلنا اللي بيحتوى على كالسام او سوديوم بنسميه فلسبور بلايجوكليزي. فهيبدأ يبرد معاك فلسبور بلايجوكليزي كالسي. بعد كده وهي طلع الكالسام هيبقى يل وهيبدأ يخش معاه السوديوم. فيبقى فلسبور بلايجوكليزي كالسي سودي. يعني ايه كالسي سودي? يعني فلسبور بلايجوكليزي بيحتوى على 50% كالسام و50% سوديوم. بعد كده لما يطلق لفوق اكتر هتبص هتلاقي ان الكالسام اختفى تماما وبقى سوديوم بس يبقى فلسبور بلايجوكليزي سودي 100%. بعد كده الاتنين دول هيتقابلوا مع بعض في المراحل الاخيرة من التبلور لما بقى قرب سطح الارض. كل ده طالع من تحت لغاية فوق سطح الارض. يبقى المراحل الاخيرة من مراحل التبلور هيبقى فلسبور اللي بيكون معي فلسبور بوتاسي. وانا اقول لك ان الفلسبور البوتاسي اسمه فلسبور ارزوكليزي. فاللي هيبدأ يبرد معي او يبلور معي او يكون معي الفلسبور الارزوكليزي البوتاسي. بعد كده المايكل بيضا اللي هي المسكوفايد. بعد كده الكورتز. وده كان سلسلة تفاعل بوين. اتمنى ان انتم تكونوا فهمتوها. وهنبدأ نرشح نواصلتك كمان شوية. طيب انا عايز اسأل هنهوا. فيه كم مجموعة معدنية. يعني مجموعة معدنية. يعني ده معدن الأولوفين ده معذن البيروكسين ده معذن الأنفبول ده معذن stato أعرفерж اكم 분들은 مكتب الاشتراحة أو كم معذنź معه في سلسل juga ماقضت Program وسألين رقم واحد معي الأولوفين ده رقم واحد رقم ا الاثنين البيروكسين رقم ثلاثة الأنفبول رقم اربعة المايكا السوداء والمايكا البيضاء دول اسمهم مايكا فنسميها اربعة تمام ثاني المايكا البيضاء والمايكا السوداء الكلسي والفلسبور الكلسي السودي والفلسبور السودي والفلسبور البوتاسي ده هنسميهم فلسبور بس. يبقى ده مجموعة رقم خمسة. واخر معدن معي اللي هو كورتس رقم ستة. يبقى كان مجموعة معدنية عندي? هما ستة. ايه هما الستة? الالوفين البيروكسين الامفبول المايكا السودا والمايكا البيضة سواء كانت المايكا السودة اسمها بايوتايت او مايكا البيضة اسمها ماسكوفايت. ده كده رقم اربعة. رقم خمسة الفلسبور. رقم خمسة معي الفلسبور. ورقم ستة اخر حاجة اللي هو كورتس. يبقى احنا كده خلصنا سلسلة تفاعل بين وهنبدأ نشوف النظري بيقول ايه? هنا هنبدأ نشرح الجزء النظري اول حاجة معي اولا الصهور النارية. كيف تكونت? قالت تكون من تبريد وتبلور الصهير. اللي هو مصهور الصخر اللي هو المجمى اللي بتطلع من بطن الارض بتبدأ تطلع لفوق فبتبدأ تبرد تبدأ تبلور. ده بيطلق عليه ايه? قالك اللي يطلق عليه المجمى او اللوفا. وقلت لك اللي بنفرد من المجمى واللاوفا ان المجمى دي اللي هو المصهور اللي في بطن الارض واللاوفا ده المصهور لما بيطلع فوق سطح الارض بنسميه لاوفا. وهو سائل لازج. يتكون من ثمان عناصر موجودة في معادن السليكات. ده معناه ايه? قلتلك انه هي. المجمة دا ده سائل لازج. بتكون من ثمن عناصر اللي احنا قلناه في الباب التاني. الثمن عناصر دول لما بيتتحدوا مع بعض بيتكون لي معادن اللي هى معادن انا مجموهة السليكات دي خدناها في الباب التاني برضو اللي هم الثمن معادن تعريبا في مجموهة السليكات اللي هو والألوفين والبايروكسين والامفبول والمايكا. تمام ده يا سبيلوس كالسام اه ايونات الكالسام او ايونات الماغنيسيوم تمام? قال لك مع بعض الغازات اهمها بخوار المية. يعني في المجمدية بيبقى موجودة فيها تمن عناصر ومع بعض الغازات برضو اهمها بخوار الماء. تاني نقطة قال لك هزي العناصر تبقى محبوسة داخل الصهير تحت الضغط الواقع عليه في الجزء العلوي من الوشاح. لا تقريبا طبع الاسينوسفير ان انا التمن عناصر دور او المجمدية بتبقى موجودة في باطن الارض. فيه تحت ضغط كبير. ده فين? في الجزء العلوي من الوشاح. واللزي يتميز بان الصخور هو لدنا مائع. ودي كلمة انا اخدتها في البابل الاول مفيش اي مشاكل. ويسمى بالمجمع ازا كان تحت سطح الارض او لوفة ازا كان فوق سطح الارض. اول حاجة في الصخور النارية هشرحها متسلسل التفاعلات بوين. قال لك اوضاحة التجاربة التي قام بها العالم على تفاعل المجمع. ان اول حاجة عملية تبدأ منين? قال لك عندما تنخفض درجة حرارة المجمع. وتكون اول المعادن تبلورا هي المعادن الغنية بعناصر ايه? الحديد والماغنسيا والكالسام. مثل معادن الالوفين والبيروكسين والبلاجوكليز الكالسي. ايه معنى الكلام ده? قلت لك اللي انا عندي تبدأ عملية تبلور امتى? لما تبدأ المجمع تطلع من تحت الفوق فهتبدأ تتعرض لدرجة حرارة اقل. فيبدأ التبلور اللي اشتغل معايا. فتكون لي ايه? هتكون لي معادن. انا معادن اللي بتبقى غنية بالحديد والماغنسيا والكالسام. وهنقف لغاية هنا ونكمل بعد كده. قال لك عند تبلور خمسين في المئة من المجمع فان الجزء المنصر الذي تبقى من التبلور يفقد عناصره التلاتة تماما. اللي هو الحديد والماغنسيا والكالسام. واصبح غنب انصراء السوديوم والبوتاسيوم. كما يزداد محتوى من السيليكون. حيث تبلور هذا الجزء في المراحة الاخيرة من التبلور. ايه معنى الكلام ده? معنى الكلام ده قلت لك ان انا عند المجمع لما بتطلع من تحت لفوق. فبتبدأ تببرد تبدأ تبلور. لغاية لما اوصل لمرحلة خمسين في المئة من تبلور المجمع اللي انا هلاقي منها خمسين في المئة ببلور وخمسين في المئة لسه. ففي المرحلة ديت هبصي علي ان انا هلاقي المجمع اللي فقدت تماما عنصر الكالسام والماغنسيوم والحديد يخلصوا معي. وهيبدأ يخش معي السوديوم والبوتاسيوم والسيليكون. ولقد اوضح بوين هذا التفاعل في مخطط. عارف باسم سلسلة تفاعل بوين. دلوقتي هابدأ اشرح لك سلسلة تفاعل بوين. دي سلسلة تفاعل بوين. تمام? اه هنا الرسمة يعني او الجدول اللي اللي حطينه هو عكسه لك. يعني بمعنى اصح ان هنا هنا عندي المجمع هنا هو. المفروض المجمع وتلق بتطلع من تحت الارض تبدأ تبرد تبدأ تبالور. فهتكوني سلسلة تفاعل يمين وسلسلة تفاعل الشمال. الشمال اللي هو غير متصلة. فهيكون فيها تفاعل بوين. ببالور الاول الالوفين. بعد كده بايلوكسين. بعد كده انفبورد. بعد كده المايكا. واللي عجوز اللي العلمين اللي هو المتصل. هيبدأ ببالور في غنيب الكلسام. بعد كده في كالسي سودي. بعد كده في مراحل الاخيرة من التبالور اللي ببقى قريب من سطح الارب. هنبص هنلاقي الفلسبور الجوتاسي والمايكا السودا. اه سوري. اللي هي المسكوفايت بعد كده اخر حاجة. فانا عندي الرسمة ديت هو عكس لي الكلام اللي انا اقلهو لك. تمام? فانا عندي سلسلة تفاعل بويني. انا عندي المجمع هنا. المفروض هنا في بطن الارض يعني ايه? متخيلينة. المفروض اساسا المجمع طلع من تحت الفوق. بس هنا عكسها. فبص الاقي في التفاعل ايسر. اول واحد بتبالور معي ايه? لما المجمع بتطلع من تحت الفوق. انا عندي درجة حرارة المجمع بتبقى 1200 تحت درجة حرارة الارض. كل ما بطلع لفوق سطح الارض درجة الحرارة بتقل لغاية لما توصل ل750. طيب انا عندي هنا المجمع وهي طلعة. التفاعل الايسر على الشمال. اول واحد بتبالور معي ايه? الاولوفين. بعد كده تاني واحد البيروكسين. بعد كده الانفبول. بعد كده المايكا السودا اللي هي البيوتايت. وده التفاعل الايسر اللي هو الغير متصل. قال لك سيسري تفاعلات غير متواصلة من التبالور. كل واحد غير التاني. طيب العالمين ايه اللي بيحصل? قال لك اول هيحب البالور معي اللي هو الفلسبور البلاجيوكليزي الغني بالكالسام. تمام? بعد كده الكالسام هيبدأ ايه? ويبدأ يخش معي السوديو. فهيبقى فلسبور بلاجيوكليزي كالسي سودي. يعني ايه كالسي سودي? يعني فلسبور بلاجيوكليزي بيحتوي على خمسين في الكلسام وخمسين في المية سوديو. بعد كده هيبقى فلسبور بلاجيوكليزي غني بالسوديو بس. الكلسام خلص معي. تمام? وبعد كده قلت لك اللي اتنين دول هيتقابلوا مع بعض. وفي المراحل الاخيرة من المراحل التابالور هيبدأ يبالور معي فلسبور بوتاسي. وقلت لك ان الفلسبور لما بيحتاجه على بتالسام هنسميه يبقى فلسبور ارزوكليزي بوتاسي. بعد كده ميكل بيدا اللي هي اسمها ماسكوفايت. واخر حاجة في مراحل التابالور او اخر حاجة ببيت البالور معي هو معدن الكوارتز. تمام? نخش في اللي بعد كده. تاني في النظري بعد ما شفنا الجدول. قال لي في الفرع الايمن وفي الفرع الايصر. تمام? في الفرع الايمن. قال لك وضح سلسلة التفاعلات المتصلة. قال لك تابالور مجموعة معدنية واحدة بس. مجموعة معدنية واحدة وكل التفاعلات اللي بتحصل فيها بيحصل بيتفاعل متصل. قال لك هاستنتكون من معدن واحد بس. هو ايه? الفلسبار البلاجوكليزي. وبيبدأ بتكوين الفلسبار اللي بيبقى غني بالكالسيوم. ده من تحت الارضة لغاية فوق. المعادن اللي بتبقى غني بالكالسيوم. اللي هو فلسبار غني بالكالسيوم. قال لك ثم يحل السوديوم محل الكالسيوم. تدريجيا. يعني كالسيوم بيبدأ يقل ويبدأ يخش معي السوديوم. فقال لك يتكون فلسبار غني بالكالسيوم والسوديوم اللي هو بفلسبار بيحتوى على خمسين في المية كالسوم وخمسين في المية سوديوم. ثم اخيرا يتكون الفلسبار اللي بيبقى غني بالسوديوم فقط. تمام? في الفرع الايسر اللي هو التفاعل الغير متصل. قال لك تبلور مجموعات معدنية مختلفة. مجموعات معدنية. كل معدن غير التاني. حيث يتكون من عدة مجموعات معدنية. تبدأ بايه? تبدأ من اول تحت الغاية فوق كلا? الالوفين. وهو اول معادن الصهير تبلورر. ثم البايروكسين. ثم الانفبول. ثم اخر حاجة في الفرع اللي هو الايسر دوت. اللي هو مايكا السودا. ودي بنسميها البايو. طيب. خلي بالك في تفاعل بوين. انا عندي تلات مراحل من التبلور. او تلات اسئلة ممكن يجو لك في الامتحات. ماذا هيحدث في الفرع الايمن ليس يصير التفاعل بوين? يبقى هشرح له اللي هو التفاعل المتصل. طيب ماذا هيحدث في التفاعل الايسر في تفاعل بوين? اللي هو هشرح له الغير متصل. او ممكن سهلا يقول لك ماذا هيحدث في المراحل اخيرة من التبلور. هقول له اللي هو بتكون في الاسبور البوتاسي اللي هو الاورزوكليزي. والمايكا البيضة اللي هي مسكوفايت. او اكوارتز. واخر حاجة اكوارتز. دي اسمها المراحل اخيرة من التبلور. بعد كده قال لك وخلال المرحلة الاخيرة للتبلور. وبعد ان يكون معظم الصهير قد تسلب. خلاص المجمه بقى تلعت من تحت الفوق. بنى الفرع الايمن والفرع الايسر اللي هو سلسلة تفاعل متصل. سلسلة تفاعل غير متصل. في الاخر بقى اللي هو اللي بيحصل في المراحل اخيرا من التبلور. ان هو خلاص ارى بيطلع فوق سطح الارض. وبدأ ان المجمه معظمها ببردت. وفضل جزء منها صغير. قال لك ان يكون معظم الصهير قد تسلب. يحدث تبلور للصهير على هيئة معادن. اللي هو الفلزبار البوتاسي اللي هو اسمه اورزوكليز. سم المايكة البيضة اللي هي المسكوفايت. واخيرا معظم اللي هو بواخر معادن الصهير طبق الورد. تاني هنا هيرجع يعيد لنفس الكلام تاني برضو. عندي تفاعل العلمين تفاعل متصل. والتفاعل العشمال تفاعل غير متصل. انا برضو هنا عكاس لنفس الكلام. فعايزين نفهم انها عند المجمه انا ما بتطلع من تحت الفوق هيعمل تفاعل متصل العلمين وتفاعل غير متصل على الشمال. من اول معادن هتبالور الاولوفين. بعد يكolla باييروكسين بعد يك descriptive Danger اللي هي اسمها بايو تايت. ده التفاعل غير متصل اتفاعل ايسر. التفاعل الايمان عندي اسم متصل. لو هو بيتكون في ايه? او بيتابالور في ايه? اول حاجه بيتابالور فيها في الاسبار البلاجوكليزي الكالسي. بعد كده في الاسبار البلاجوكليزي كالسي السودي. الكلس com بدأ بهيل? وبدأ يخش معي السوديو. بعد كده في الاسبار بلاجوكليزي سودي. تمام? ويه اللي اتنين في الاخر اللي هي المراحل الاخيرة من التبلور اللي بيحصل فيها بيبلور معي الفلسبار البوتاسي اللي هو الفلسبار اللي بيحتوي على بوتاسي ما ده قلت لك اسمه اورزوكليزي بعد كده المايكا البيضة اللي هي اسمها ماسكوفايت ويه اخر حاجة فيه المجمع لما بتطلع من تحت سطح الارض بغاية فوق سطح الارض اخر حاجة بتبلور معي بقربه من سطح الارض هو كورتز تمام نخش في النقطة اللي بعد كده. الفصائل المعدنية المكونة للصخور النارية. انا عندي كم مجموعة معدنية قلت لك من شوية انا عندي ست مجموعات معدنية. قالك تلتحد العناصر او الايونات مع بعض مكونا ايه? من ستة مجموعات او فصائل معدنية. مرتبة حسب حرارة الصهير. وتركيبه الكميائي كما يلي. اول واحد مين? الالوفين. ده اول ما. تاني واحد. تالت واحد الانفبول. رابع واحد الفلسبور. سواء كان البلاجوكليزي او الارزوكليزي. تاني. الفرق ما بين الفلسبور البلاجوكليزي والارزوكليزي. الفلسبور البلاجوكليزي ده لما الفلسبور بيحتوى على كالسام او سوديوم فقط. الفلسبور لما بيحتوى على كالسام او سوديوم فقط ده بيبقى اسمه بلاجوكليزي. الفلسبور لما بيحتوى على بوتاسيام هيبقى اسمه وده مجموعة واحدة. خمس حاجة معي المايكا. وده بتبقى مايكا سودا او مايكا بيدا. اسمها لما مايكا سودا. اسمها لما تبقى مايكا بيدا. واخر حاجة معي اللي هو وده اخر ما يا تبالور. عندي كم مجموعة? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست مجموعات. بعد كده ان شاء الله هنكون نشرح بالحسة الجاية انا هقف لغاية كده النهاردة عشان نسلسل التفاعل بوين. وان شاء الله الحسة الجاية هنبدأ نقسم السخور النارية. وكده في نهاية الحسة الحمد لله احنا خلصوصنا سلسلية تفاعل بوين وممكن ده من دمن الاصعب الاجزاء اللي موجودة في منهج الجاية اللي الطالي ما بقدرش يفهمها. بس احنا الحمد لله شرحانها بطريقة بسيطة سهلة. اللي انت تقدر تفهمها تقدر تعرف يعني سلسلية تفاعل بوين. وتقدر تعرف يعني ايه المجمع لما طلع من باطن الارض الغي في سطح الارض اللي بيحصل فيها وايه الميكانيزم اللي ممكن يحصل للعيونات او المعادن اللي بتبلور وتبرد في باطن الارض. تمام? طيب. اه لو انت قدرت تفهم سلسلية تفاعل بوين. تقدر تعمل لايك شير سبسكرايب للقناة عشان تقدر برضو اللي انت تشاير الفيديو دوت للزمائلك يقدروا ان هما يفهموا الجيولوجيا. الجيولوجيا معايا فيها مش حفز. يمكن ده اصعب جزء معايا في الجيولوجيا برضو. طالب يقول لك حفز. طبعا عن طريق اللي احنا قدرنا نفهمها دلوقتي هي جيولوجيا فهمة مش حفز. فانا عايزك تفهم الجيولوجيا مش عايزك تحفظها. وده شعرنا الاخر السنة هنفهم الجيولوجيا مش هنحفظها. وان شاء الله نشوفكم السنة الجاية. انا كده كده مش هنشوفكم السنة الجاية. ان شاء الله نشوفكم السنة جاية في كل التب بازن الله. بس ان شاء الله شوفكم بقى الفيديو الجاي بازن الله في تقسيم سخور النارية ونشرح ايه هي سخور النارية وبتتقسم ازاي? وبتتكون من ايه? تمام? آآ بازن الله نتقابل بازن الله في الحلقة القادمة بازن الله ونشوى الله السنة جايت وفي كلية اذا كاترت المستعدة.